اليوم أنتم القوى السياسية الموجودة الآن بالشارع العراقي بسنة مررت علي خطاب، بالثانية مررت علي لعبة، بالثالثة مررت علي اتفاق القضايا المشبوهة، اليوم أنا صحيت، اليوم أنا قاعد وأخاطبك بلسان عربي فصيح يا ابن الناس ما ريدك، هس له، انطيتني، الشمس فيه ميني، والقمر فيه ساري على أن أقبل ما أقبل، أنت ليش ما تقبل تتقبل هذا الخطاب مني؟ ليش ما تقرأ؟ ليش تقفز عليا؟ أنت قدرت خلال 16 سنة ذن المويلاتك تمشيهن الآن أنا المتظاهر، تحدث بلسانه، أقول لك لا هذا حدنا وبس بعد ليش هلتجاوز مثلا؟ أو ليش هلمكابر والعناد؟ سيد نجم، نحن ناخذ الأمور مو بجانب عاطفة، ناخذها بجانب واقعي أنا منسلم حقوقي 16 سنة عقد ونص من رأساً أنتبه لأن حقوقي مهدورة واستخدمت هذا الأسلوب مباشرة إلى استعادتها نعم، صعب أنك أنت تعيدها، ولو نفرض فرضية أن حال التنازل عند هذا الرجل أن تنازل الحكومة مسألة جداً طبيعية، والمشكلة لوح في بداية استلامة للحكومة يعني ما يترك خلثها من فوضى كيف يتم تنظيم العملية؟ بشكل أنه لا توجد هناك مخططات لإدارة الدولة هذا من يقول؟ لا يمكن أن تقادل الدولة بشكل مباشرة يطلع عندها فرض قائد، يتحمل المسؤولية وين، وين، وين؟ وهذا القائد، شنو الضمان؟ إنه هذا يستمر هاي السبعة شهر أو السبعة شهر أو السنة؟ ومن يفرضها هاي السنة؟ ومن يحددها؟ وبأي طريقة؟ acje